السباح خير نهاركم مزيلا مرحبا بكم ومينما تكونوا تتفرجوا فينا على قناة تلفزا تيفي احنا نحبو نضيفوكم فهل ما تنال لحلو هذيه فالقايدة المزيينة هذيه معلي كيف الكل اللي حاضر معنا فهل نهار الفضيل هذيه سباح الخير شايف سباح الخير يمات هذيه اللي بشيكونوا فيها حاضرين بالتصنيف مع الشيخ مع ضيوفنا نحكيه عن البيئة جدوس تعمل دوره كيف كيف نحضر ويحنا انه الفناني بشيكون احمد سعد معنا نحفلوها بشوية فن وما تنسيوش بشيكون حاضر معنا الشيخ كل عادة حافظ غرس الله نحكيه على فطرة العيد ونحكيه وزادة على الزكاية واسلة الرحم في الاعياد الاسلامية طوب جينيغيك سباح الفل ولياسمين في نهار كثير على تلفزة تيفي اكيد التحضيرات ليلة الشك والعيد يا ربي إن شاء الله ربي يتقبل اسم الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين واحنا فرحانين معاكم ووقت اللي يزيدا نرحبو بغادا والشيف مرحبين جميعين حطينا فرحانا بكا كعبة القاروس اللي مبكري وهي تغمز لي وشيف مش حاب يقول لي يا شيف شو مش نعملو بني بني عين تغمز بقولين اللي مبكري وهي اوضك فش قاعدك على جنبك وهي مشكلتها ميش في الكعبة القاروس واللوفيحت على كعبة القاروس اللي اللي مبكري ونا نقول له الحب نارك مش مش فوحه هو مش خب يقول لي هو روسية اليوم مش نعملو الكوشة تاع حوت معنا كوشة حوت نجم تقول مصلي تنجم كل شيء كوشة شيف شحية كثير من مصلي ما نعرف شعبيني نقولوا يا أخوية هذي بلادينا نحن ذاكا شقالت لنا فما نقول مصلي فما ناسي قولوا كوشة ولكن دعني نكونوا في الوسط نحنا الكوشة مصلي كوشة صحيح مصلي كوشة أعز حاجة هنيا شنوه ويسير بش نحط الخضرات لنا والحوت لنا كل شيء ويش تخلط كل ما بعضهم ملح وفلفل وزيت فلفل أكحل وكوركم هاي اتخلطوا مع بعضهم هاي اتخلوا على الله يا شيء لا استنيني شوية دقيقة بركة خطر يجبني نستوي الحوت هكي هانا شوفك الزين فارلا يعطيك صحة هذي الحوت متاعنا هذي عملا كين لا معناها اما هبش نقول لك حاجة هانا الحوت قبل كل شيء خطر احنا دي بورسيون يجبنا نزيد نقصها اخر بعض هاي شيف نحبها كيكا كعبة حوت ومبعد كل واحد تعطيه بورسيون متاعه ومبعد كيفيش تعود تقص مرة اخرى فمت علاشه كل واحد يأخوا القطع متاعه اعرفين ايماينا كيف يبدأ بلاتو فيها ك كعبة الحوت ولا كالجيغو دانيو يبدأ هكا محلية كبيرة وليش هاي اكثر من المقصوصين دي بورسيون دي بورسيون دي بورسيون فمالي فمالي قولك انا نوها كينرا حاجة كبيرة نحب حاجة ايكا محقا هذا يجب تعمله كعبة الحوت ومعواية يكون تبقي كامل الشخص واحد حوتها كاملة تمشيله كوشا كامل كيف نضع زيتنا ايه لازيتونا نحن نأب من نوازم نأب من نوازم نحن نأب من صغير نحن نكبر من رمضان المسايد نحن نكبر من خلفل يجب أن نضع على نوع الملك ونضع الكمونة ونضع الحالة العادية نحن نضع لكمونة ومالح نضع في الملح؟ نضع ملح ونضع الخضراء أبدأ الحصول على الخضراء أستوسة صغيرة في الخضراء أعرف البطاطة بكيسح ما هي أن تقوم بها؟ لنقوم بها جيدة في نفس المينفريتوس لماذا؟ لأن الحوت صغير لحوط لحمة صغيرة لنقوم بسبب البقري لنقوم ببطاطة و البقري لا نقوم بقري نقصها في مصر وضعها ليس كبار وضعها في تقليق نضع بطاطا في التقليق نضعها في حوضها في الوحفة ثم نحضر الخضرة في نضعها على زوس وضعها في كل مبعضها و تدخل الفيلي مان معناها تنجم تحط الحاجة متاعك وبعد تهبطها في الزيت خطي ما تعرف اكثر حاجة معناها تود منها المرأة تشترمي الحاجة وتبدأ هيربا خايفة لاتشعليها مع الفنيه هذه متاعف خيط من الفتاك سيكوريتي على الاخر وقت اللي تكمل تحط الحاجة متاعك تهبطها وتغطيها زيدا باش ما الدنيا ما توليش الكلها تطاش و الريحة زيدا والحاجة اللي اهم من هكا في ايضاك تنجم تشوف الحاجة متاعك من هوني من البلارة هذية مغير ما تقعد كل شوي اتعري عليها وتسكر نحن اتوى شيف نخليك في تفويحة متاع الحوت تفويحه قصان الخضرات التاع الحوت التاع الكوشة نحضرها بصنة زيدا مقصوه جوي هنا حاجة باركة الخضرات تقص خشينة لنا نأخذ كعبتين تماثم بصلا كعبتين باطاتا كما نقصوها محاهم كعبتين تماثم كعبتين تماثم نقصوهم على اثنين معني البرسيون تكون كبيرة ما تكونش جويلا خاطر جويلا تتحرق يجب تكون خضراء خشينة ما زيدنا عموان كي تاني مياه او لاي نزيد شوية مياه بعد كي نحط للكركم بش نحل الكوركم اشتوالي لونها كلها صفرة جوناتر شاهيتونا صوتو ولا الفريتوس قاعد هاك نغزر لها بليش ريحة 99 دينار ما فاميش ريحة بالكل وما فاميش اكتشين متعاليه صوتو سي امبورتن احنا دبديو هاكا قرب العيد جي بدين شعوراتنا ومزاق المين وكل شايد احنا متواصلين اكيد دخلنا في اجواء العيد وبالله يتشك نحكي وعلى ليلة العيد ونحكي وعلى فطرة العيد وقدش قيمتها وليش كونت تعطاو كيفيش وكل الاجوبة هذي تدسويت مع الشيخ حافظ غرس الله مرحبا بيكم كيما كنت شفتو نحكي وعلى زكاة الفطر اكثر تفاصيل مع الشيخ حافظ غرس الله سباح الفل ولياسمين مرحبا بيك اهلا سهلا مرحبا بيك اختي ايمان مرحبا بالشيف مرحبا بالحوذون كل مرحبا بخيانة والمشاهدين والمشاهدات متعنا كل بوك شيخ هايت نذكروا الموطان او بالتحديد القيمة اللي حددها مصر الجمهورية بالنسبة لفترة فلية زكاة الفطر نعم بالفتر بالنسبة لسناء اختي ايمان الفترة متاع سناء باللغة زكاة الفتر هي دينار وسبعمائة وخمسين ملين هذي النبي عليه السلام يقول انها تهرة للصائم من الرفث واللغو وهي طعمة للمساكين يعني احنا شوف العبرة والمقصد متاع السيام متاعنا هو شهر رمضان واحنا كامل واحنا سايمين ونتذكروا كل الفقراء المحتاجين اللي تلقاهم جعان في معنته وموش لاقي ما ياكل موش لاقي ما يكفيه فتجي زكاة الفتر تتويج تتويج لشهر رمضان ومن من ناحية كونو نذكروا الفقراء والمحتاجين ونعاونوهم ونعطيوهم من المال متاع ربي سبحانه وتعالى اللي اكرم المال الذي يعطى في زكاة الفتر هل هو المال اللي متاع الشهرية مثلا عبدا عنده كوني مال يتحرك كوني مال متاع الشهرية ومن من مال المتاع الشهرية ليس مشكلة للأموال حيث يتحدث عن زكاة الاموال زكاة المال مرة في العام تتخرج تتبيع وقت يحول على الفلوس الريق لكن هذه زكاة الفطر ممثلة أخرى تتعطال للفقراء طبعا يخرجها الإنسان على عائلته اللي يفتروا معه ويأكلوا معه فرد طنجرة كما نقوله برشا اللي يسلوا على الشكول نخرج انا تخرج كان على الليس اللي يأكلوا معك في الدار ينجم يكون مثلا البو في الدار ومعه ولده ولكن ما يأكلوه من نفس الولده طيب وحده وكما نقوله البو هو وم وحده اللي يأكلوا معك اللي متعاودين يعيشوا معك في نفس الطنجرة كما نقوله وللأرمالة اللي زوجها متوفي معناها على شكول لا مهني ما مش بضرورة بيتخرج عليه أما من باب الفضل كيف كيف الجنين مثلا تقول أنا توا عندي امرأة حبلة إن شاء الله ربي يفرحهم بصغير ناس كل وصلهم بسالم تقول لك أنا حبلة نخرج علي لي في كرشي ولا لا نجم تخرج علي ما أنت مفهمنا جدا حتى حتى مشكل هوني اللي يفهم بسائل قبل نشوفه توقيت لإخراج الفترة متاع العيد فما شكون يسائل يقول لك بخلاف التوقيت أنا مثلا يقول لك مش نتزكى بالدبش وحاجات نعاون بها الناس كي زكيت العيلة عاونتهم في العيد حتتبش عيد لا هل يجب أن نزيدهم أكثر من عشرين؟ لا لا هذه كانت واحدة زكاة الفترة عندها النية واحدة والوقت والمونتون واحدة لا أعرف أكثر مثلا بطبيعة نجم تعطي لكن هذا يدخل في باب الفضل يعني المفتي وقت اللي يحدد القيمة بطبيعة مش فما نشتب تحسب فيها بالمليم وبالليناء بالعشرة وبالدور صحيح بالضبط يعني ماذا به الواحد يوفي والكل خير وكل بركة فما شوية لا يخرج أختي نعب نوضحها بالنسبة للوخيين اللي يعيشوا في الخارج اللي يقيموا في الخارج في فرنسا مثلا وإيطاليا سبعة أورو المبلغ فما اللي يبعث زكاة الفترة يقول لك النجم ليس نبعثها للتونس في الأصل زكاة الفترة تخرج في البلاد اللي انتي تقيم فيها إذا كان ملقيت إش اللي شكون تعطيها تولي تبعثها للتونس أما الأول تخرجها للناس اللي يعيش معاك في كل بلاد فما محتش بتوقيت إخراج زكاة الفترة طيب بعض السلطة العشي قبل العيد نعم نحن ماذا بيهم من توهم اللي يسمعوا فينا تو يبدوا يخرجوا الزكاة منتحهم تبدأ هي من بعد ديلة 27 تقريبا نقبل بيومين ثلاثة بيش بطبيعة بيش يسنفع بيها الفقير وبيش نجم يصرف منها وبيش نجم يستفيد منها لكن ضروري تكون قبل صلاة العيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صداقة من الصداقات على ذكر صلاة العيد نحكي وتوا في حاجة صحية وما فميش صلاة الجامعة شبش يعملوا الناس حكم الشرع بالنسبة لي صلاة العيد باب في الأصل هي في العادة صلاة العيد تتصلة في الجامعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المسلة كان يصليها البرة وكانت الناس كل تخرج حتى الخي حتى المرأة الحائض ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يمنحها بيش تحضر الصلاة لكن تحت الزل الموصلة تش بدروحها عليش لي أنه الصلاة هي فرحة إثناء المساجد معلقة والصلاوات كيف كيف ما هيش مشكلة نحب نوضع حاجة بعجالة الهناية برشة ناس متأسفين عليش ربما إثناء العيد ليش بشكون في المساجد كي العادة نقولوا ليه الظرف استثنائي نعيشوا فيه الفيروس ما زننا ما قضيناش عليه كي ما يلزم ونجوه مع محلولة للنس الكل نخاف وبوس وتعنيق نهار العيد وكذا يعني ما يشارس النجم وصليوها في ديارنا ركعتين لكن بليش خطبة بليش خطبة نجمو احنا تو الشروق الخمسة ودرجة متاع الصباح مع الخمسة ونص متاع الصباح وانتي ماشي يعني حتى قبل نص نهار بشوية بسوية عامل زمان عندك صباح كامل في يدك الخمسة ونص متاع الصباح ينجم يصليها ركعتين الركعة اللولة بسبعة تكبيرات إلى جانب تكبيرات الإحرام يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعة مرات يصلي الركعة اللولة بالفاتحة والصورة الأعلى ويكمل generous with peauje والسجود وبعد يرفع من السجودICIA ويوesome يقوم خمسة تكبيرات أخرين يعني تولي экспارmentation four custom لا دبعنا عند عائلة كاملة عائلة كاملة يحاضرين لكل الخطرية crying فرح صالت جماعة صالت العيد إذا كان يحفظ صورة الأعلى ركعة الأولى وركعة الثانية صورة الغاشية. أما بليش خطبة بعمل مش خطبة حوصل معاك شيخ دونك ما نجمش ننهي معاك للحوار هذية بغير ما نسألك أحنا عيد عيد الفتر وعيد الإسلام للأسف نروا فما برشلي يتنقي تعارك مع بعضهم فما عيلة بما أن المسافات شنين يقولون فيها العيد خاصة فما أنا كلمة توجعني فما إنسان تقول سامح فلين ليه يقول لك أنا مانيش ربي باش نسامح توجعني الكلمة هذي لأنه ربي سبحانه يسامح شو قولوا للناس بالمناسبة هذي انا احنا الدعاء اللي حكينا عليه شفت العشرة يام الأخرى اللي احنا فيهم توا الدعاء هو اللهم إنك عفوت وحب العفو فعفو عني احنا ربيعط لنا فرصة توجينا العيد إذا كل ما نسالحوش في العيد وقتش بش نسالحو ما نصفيهش قلوبنا في العيد وقتش بش نسالحو بش نضيعوا فرصة كبيرة على رواحنا احنا كنا وربي سبحانه وتعالى تعرف أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كل نهار اثنين وخميس ربي سبحانه وتعالى يغفر فيها لعباده يدخلهم من الجنة ويعتقى الرقاب من النار إلا زوز إلا زوز من كانت بينه وبين أخيه شحنا شو يقول ربي يقول أنظر هؤلاء حتى يصطلحا استنيوا حتى تتصالحوا تو بعد ربي سبحانه وتعالى يفتح لكم باب الجنة ويفتح لكم باب الدعاء مش ممكن إنسان يكون صيامه مقبول وبيش يحب يعيد وعنده في قلبه مازال حقت ففرصة العيد بش نتسامحو دنيا راي فانية شوف رمضان قديش تعدى يجري فيسا فيسا وجاي العيد وناس مع كل أسفتوا يجي العيد الصغير والعيد الكبير والعيد اللي فاته وتعديه وهو مزيل مقاطع أخته وخوه وبنت خوه وبنت عمته وبنت خالته ما يتكلموش عيب هذية أحنا المسلمين ربي سبحانه وتعالى حرم الشي هذا قال إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم هزي التليفون وأطرق باب الصلح حتى كان صدوك حتى كان رجعوك كذا ما يسيلش اللولة والثانية والثالثة تكون أنت قمت الحجة وإن شاء الله ربي يصفي قلوبنا وإن شاء الله ربي يجمع شاملنا إن شاء الله ربي يحنن لقلوب لبعبها إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك الناس الكل هنا ما زلنا نشوفه في العيلة الشك شكرا لك يا شيخنا أنا أورتنا حافظ غرص الله أنتي زلنا نتمنى لك عيد مبروك لك أنتي لعيلتك لكل لشيف ربي بإنشارك شيخنا الله يا كلا دخلتونا في أجواء العيلة جوسف شتقعد معنا في أجواء رمضان ومزيمة لنا صايمة شكرا لبنينة حضرنا تباقت باركالله ألوان واشكيل عرفت كلمة بين الأحمر والأصفر والأخضر يشهل حقهم تعرف غير الريحة التي تتبوحنا وحضرنا الخضراء حل فوحنا الحوت حضرنا في الماء الملح والكوركم والفلفل لك الحال هنا في شوية ماء حضرنا الخضراء كان البطاطا باركا قليناها شوية خطر بشتيبنا فيسع فيسع وبشنحوطها في الكوشة متاعنا شاهدت كيفية ركبناها آية غادة حضرنا هذي تباقت في الماء شايف البطاطا باش نقليوها في بيلي جوست نقليوها وكهو لا نقليوها موش نزاينو بها إذا ما تتحطت معها إذا ما تتحطت معها البطاطا يولي معدي شكوشة كك تولي حاجة يعطيك الساحة ومن هنا نتعداو نتعداو الرسات الحلوة متاعنا اللي هي كالعادة عنا باش نعملو كيمة المعمول المعمول باش أصل وباش هو بالسميت ما نعملو مية وخمسة وعوشين جرام سميت المعمول اللي يبدأ بالدقلة نقل بتمرر في تونس أما ها هو أصل المعمول هو أصله لبناني ما يتعمل بالزوزة من داخل تكون في روية ساك تكون بالزوزة الزوزة المرحية تتحط و تكون سميت عجينة كلها سميت أما احنا هاوك في تونس باش نخفو شوية نعملو سميت ونعملو فارينة مبعضهم معاهم كيف 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 كيمة بات سابلي أما باش نعملوها نفس روسات تاعد بات سابلي و باش نخدموها مبعضنا هذه الزبدة كتمبراتور أمبيانت اللي نحنا لازم نخرجها ديما من الفرزة كيلا عادة فم أي روسات ديما تكون الفارينة الزبدة تكون ترية ما تكون شابسة بخطر إذا كان تبدأ بات سميت ما باش نعملو لهم سبلاج سبلاج مميش عجنين لا مميش عجنين فريزة ومبعض باش نزيدوهم اللهم بعض ما أكهو عظم كاملة عظم كاملة أما كما قلنا الفرق ما بين البات سكرية و البات سابلي والي شوفوهم البات بريزة اللي هي مخلطة سميت و فهرينة مهم شايفنا مع المعمول قلت ما نعملو زوزة ما نعملو تمر ما نعملو بوفريوة بوفريوة خاطر رذكية في النكهة القوية ما نعملو بوفريوة مباعدة في وسط البات ما نعملو كعبرات أما نحنا اليوم نعملو كيمة المقروض بوفريوة كي أكبر كي أخبرتها في قلب و تخرج كي أخبرتها في الفرق لا المعملو كما قلنا بسكويت نوعي من نوع البيسكويت يتم تكتبوه في الفرق في بقعة الفارينة نضع سميد وفارينة هل نقوم بمشكل هذا أو يجب أن تضع العطم؟ نضعها في الفارينة، لا يجب أن نضع في الصبلاج لا يجب أن نضع الزبدة والسميد ونضع الزبدة في بسبب المصلي الذي نضع في الكوشة أريد أن أردت البطاطا لها وليس كما تضعها ونضعها في المرقة، أو أن نضع حمزها في المرقة يتحدث بعد أن يضع الأعمال بعد أن تضع شيء ما يفعل في الفارينة للذين يشتركت الأخيرة لن تت businesses ويشتركت الأخيرة وأن تبقى التعالج فأنت أعجبك كثير من الأعمال ونتجن في العمل اشتركوا في القناة